اشتركوا في القناة وشو هي بالتحديد؟ أول شي بدي أقول لكل المشاهدين يلي بواكبوني أكيد صاروا يعرفوا أنه في عندي زيت زيتون لبناني مية بالمية من در ميميس سميتوا على اسم بنتي ياسمينا يلي بايدال الكنج يلي كمان عملتوا على كذا نكهات يعني عملتوا على جنجر على بصل على طوم على كري على حامض على أرابيان إيطاليا بالإضافة للعديد والعديد من النكهات أول شي بدي أقول بدي أشكر كل المشاهدين إلي يلي ورا كل حلقة كتعمل على الام تي في على طول out of stock بلبنان وخارج لبنان كمانة يلي هلأ حنحكي كمان على خارج لبنان العالم اللي عم بيحضرونا وبدأقول أنه بتعرف أنا اللي بيحضرني على الام تي في بالكوكينج بيعرفوا أنه صاروا يعرفوا أكيدة أنه بيضبخ على طول بزيت الزيتون خلينا هيك خبر شوي المشاهدين وقول أنه بما أنه هلأ مثل ما بنعرف زيت الألي صار كتير غالي العديد من المشاهدين صاروا يطبخوا بزيت الزيتون هلأ أنا في كتير ناس كانوا يجوا لعندي على الكوكينج كلاسي مثلا ما يحبوا يشوفوا البصل أو توم أو الجنجر بقلب النكة بدأقول أنه هول الزيت اللي اشتغلتون يعني بصل على توم فيه إلي فيهون اللحمة والجيش أعمل وصفتين مثل ما فيه ضيفن على سلطة إليه فيه ضيفن على خبز فيه إكلن مع لبنة أنا بالبيت بكلن مع لبنة فيه عنا على جنجر يعني كمانة والسلطة في عندي على حامض بدل ما نعصر حامض ونحط زيت زيتون فينا نحط ملعقتين من زيت الزيتون مع الحامض بالإضافة للكره للبصل للطوم اللي حملت كمان نكهات خليجية حبل هيل عود إرفيا اللي كمان ما عم بلاحق منها إيطاليا كمان للبيتزا لكل لكل الأصناف كمان بالإضافة للحر اللي كمان ما ملاحق وهلأ بما أنه أول شيء بدأقول أنه كل برودكت هو برودكت لبناني مية بالمية يلي عم نشتغل فيه بدأول أنه عندي زيت بلين كمانا يلي هي نكهة من دون نكهة زيتون بلا نكهة غير نكهة الزيت الطيبة صح بدأول بتعرف كمان اللي لتعود تعمل نكهات بتاخد شغل يعني اللي يطلع زيت مع نكهة هيك طيبة ومميزة بدأ شغل هلأ أكيد طلبا للعديد والعديد يعني ما عم بلاحق بخارج لبنان وداخل لبنان عم بزيد الأصناف يعني هلأ عم بشتغل على جوز زيت على جوز زيت على لوز وبدي أقول للمشاهدين بما أنه عيد الأم وبما أنه بتعرف هلأ نحن بوضع كل شيء مسكر أحوال صعب أحوال صعب حبيت تقدم للمشاهدين أول شيء بدأول هلأ تشوز لبنان يعني كل حدا عم يحضرنا خارج لبنان وعماله يشتري عباله يشتري زيت زيتون أو أرانجمان لعيد الأم ما قلوا غير يدخل على هيدا اللينك يلي هلأ على الهواء بكل ملدان العالم لكل شخص عم يحضرنا وعماله يقدم كدو لأمه بس بدي أقول زيتاتي مش بس للأم لكل شيء لطبخ لكل حدا بحب يطبخ أكيد ما قلنا غير ندخل على اللينك كمانا وفي وسط حتى حدا عم يحترنا هلأ عايش برات لبنان وعماله يهدي أمه أو حيا لشخص بحالة مناسبة زيت ما قلوا غير يدخل على اللينك وبدأقول أما داخل لبنان لكل مين عبالو كمان داخل لبنان ما قلوا غير كمان يتواصل على الرقم يلي هلأ على الشاشة ودقوله نحن منوصل لكل مناطق لبنان لكل المناطق مثل ما أنت بتعرف لكننا نقول داخل لبنان على الرقم اللي عم يقطع ويفوتوا على موقع تشوز لبنان على اللينك على اللينك هالموقع المميز يلي عم بيكون حد كل هاللبنانيين واللبنانيات المبدعين والمبدعات بإنتاج لبنان مية بالمية صح كمان وبدنا نقول كمان عم نيد هذا الرنجمان لعيد الأمة اللي ما عم نشوفه وبالنسبة للسعر اللي يعني خليني هيك كمان بين هيني ليلة متعرف العالم بتحب تعرف بدقول أنه سعرك مش غالي أبدا وفينا نعمل أرانجمان بحيلة سعر بتطلبه ما حيلة صنف بتطلبه زي اليوم بتقلي أنا ما عملي غير زيت على كاري زيت على بابر زيت على فينا قد الطلب نعمل أكيد أرانجمان إنت برجع بذكر أنه أكيد منوصل لكل مناطق لبنان وحتى خارج لبنان أكيد على كل حال شو دلال؟ أنا ما بتعرفني ما بسكت دلال بلا بتحكي أنا عبالي لأنه محمس ضوي كمان على على كل شي يعني على الأنينة على الكراف على الإسلال على هالأرانجمان حلو تعرف إنه الإسلال جبتون من صيدة الحامض طلعت على صيدة جبتون اللوجو بدي أقول thank you لفدوة سلامة كمان على اللوجو الحلو يلي من وراء كمان بتعرف أوقات مثل ما كل مرة بنقول أوقات the animal product بيكون حلو وهو يلي بيخليك تشتريه قبل ما تهدأ وبدي أقول thank you كمان عليك لكل المشاهدين يلي من وراء الMTV ومن وراء اسمي ومن وراء اللي بيحضروني بيشتروا بلا ما يفكروا يعني بيقولوا أكيد إنه زيت طيبة كمان بدي أشكر سأتهم بدي أشكر سأت العالم وبدأ أشكر يلي بيشتروا بيرجعوا بيشتروا بيرجعوا بيطنوا بيرجعوا بيطنوا يلي أنت دقتهم وبياخدوا العقل والحلو إنه نحنا ما كتير عنا زيوت منكها برها بأوروبا معروفة كتير العملية بقى هي تجربة جديدة وطيبة وحلوة ونفس الوقت نقول عن جد الأنانة كتير مميزة الكراف كله شغل لبنان خلينا نقول مشاك كله شغل لبنان 100% حتى الأش حتى الأعشاب يلي حطينهم كله شغل لبنان 100% بدي أقول كمان شغلة بدي أقول للمشاهدين إنه أنا عاملي كرافات في كتير عم بيخدوا مني هلأ بما أنه ما في كدويات وما حدا عم بيروح محال بقى عم بيشتروا ليحطوها هيك بمطبخهم ببيتهم كراف بدي أقول هولي الكرافات يلي هلأ عم نشوفهم على الشاشة يلي بنعملوا بعدة نكهات يعني في كتير بيطلبوا على إيطاليا بابر كاري جنجر هيدا في عندي أحجام من الكرافات هلأ ما فينا نجيب كل شي على الانتيفين منظلنا نصير ننزق البيت كله سو هولي يلي وبدأول أنه في عندي حجمين من الانينة 500 ملي 250 ملي على كل النكهات في عندي ثلاث أحجام من الكراف كمان على كل النكهات وبرجع بذكر المشاهدين بما أنه نحن هلأ أقرب عيد لقلنا هو عيد الأوم أنه البانييات فينا نعملهم بكل الأسعار نرجع نوصلهم على كل مناطق لبنان تعرف كل أم بتحب تطبخ يعني أنا بعرف من حالي من ولدتي من هذا يمكن تنبسط أنه يجيها كذو زيت خاصة إذا زيت مميز وطيب خلينا نذكر زيتات من دير ميماس بجنوب لبنان دلال هي فكرة كتير حلوة كمان للهدايا يعني إذا واحد في وقت بيحتار إذا رأي عند حدا بده يزوره ولو الزيارات صارت كتير قليلة ومحدودة أو بده يوصل الهدية أو يمكن هدية لصاحب الشغل كمان فكرة كتير حلوة لأنه ومثل ما قلنا يعني هيدا الانتاج انتاج لبناني منفتخر فيه نعمل نتفيد حركة جوات البلد على أنه نشتري زيت أجنب تعرف ما بتصدق عن خبرة أنا ما قل لي زمان بالزيت إلي ما قل لي ثلاثة شهر يعني من الوقت ما بلشنا أول حلقة سوا هون على الام تي في ما بتصدق قدي عم يجيني طلبات خارج لبنان يعني قدي اللبناني اللي عايش برات لبنان قدي هيك متشوق للزيت اللبناني عن جد وقدي بيحب ثو هيدا شي كتير حلو يعني عن جد اللي قدي حلو أنه بلبنان وبخارج لبنان تقدر تواصل البروداكت اللبناني لكل شخص بكل منطة كمانا مليون بالمئة وأنا مثل ما عم تشوف حبيت أنه اللبناني يكونوا هيك بير لبناني بير هيك قديم نحن معوادين على البناني على كالحال أنت معروفة بهالتوش بالديكوراسيون المميزة بيتابعوها الناس بواتس كوكينج وأكيد هالإيد المزوئة يلي بتفتش عن القطعة المميزة لحتى تقدمها للناس دلال أهمية الموضوع أنه هو يعني على طلب الناس يعني كل شي بيتخيلوه بيضمن البروداكت الموجودة فيك يتقدمي له الخلطة المناسبة الأرانجمال بيحبوا الطعمات بيسعر اللي هو بيحدده أكيد يمكن حدا يتصل فيه هلا اللي أنا بدي أدم بدي سلة صغيرة ما بدي أدفع كتير قد ما كل حدا بيطلب فينا أكيد 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 نحط السعر حتى النكهات يمنهم بيطلسوا فيه بيقولون أنا ما بدي غير بابر أو إيطاليا أو بصل أو طوم أو جنجر يعني تعرف بالنهاية الأكل هو زوء يعني بس أنا بدي أقول وبرجع تعرف ورا كل حلقة أم تي في أو على طول وقت نزل عبر الإنستغرام أحكي على الزيت بيجيني كتير أنه لا شو يستعملوا هالزيت أنا اليوم ما بطبخ كتير بالبيت أنا بحطهم على سلطة أنا كل سلطتي بحط على هذا يعني من يومين اشتغلنا بالأم تي في كيك عملت كيك مثلا اشتغلته بزيت الزيتون أنه بتعرف زيت الزيتون مستخدمه لكل شيء بالإضافة للخبز للبنة للطبولة يعني أنا وقت أعمل طبولة بالبيت على طول بحط زيت على بصل مثلا ما بفرن بصل بحط زيت على بصل وبتحس بزيت الطعم على كاري إذا عاملي وصفة مع كاري بستخدمها دلالة نتمنى لي كل توفي تانكيو ألي لألك بيقول تانكيو للأم تي في كمانا بعتذر سأروح عند الأخبار لوقت الأصفحة